نولينا من القاهرة الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل البحريين مرحبا بك معنا دكتور عبر شاشد الغد لو توضح لنا طبيعة ما شاهدته ربما الساعات الماضية من تطورات إيجابية أدت إلى الإفراج عن السفينة إيفر جيفن وهل تم توقيع اتفاق تسوية فعلا؟ هو الحقيقة المعلن أنه تم توقيع اتفاق ولهذا الاتفاق قائم على أساس أنه يعني تنازل متبادل من الطرفين بحيث أنه الصورة الفعلية أن قناة السويس بتحاول تحافظ على عملائها وتجاوبت نسبيا مع بعض المطالب اللي طلبتها الشركة وبالتالي تم التسوية وإن كان معظم هذه التسوية أي معنى أساس كونفيدنشل بمعنى أعلن عن طبيعة التسوية حتى تاريخه لكن هل أعلن عن ضمانات؟ يعني في مثل هذه الحالات دكتور ما يجب الحصول عليه من ضمانات حتى نضمن بأنه لن تكون هناك حاجة للذهاب إلى المحكمة مرة أخرى سواء من الجانب المصري الموثل في هاية قناة السويس أو ملاك سفينة إيفر جيفن في تقديري الطرفين توافقه والإفراج عن السفينة ده معناه نتيجة توافق تام من الطرفين وإن قناة السويس تجاوبت مع متطلبات الجانب الآخر وأيضا الشركة يعني الموقف التفاودي وصل لـ win-win situation أو الجانبين كل واحد فيهم حصل تنازل جزئيا بحيث أننا نلتقي في مسافة من المنتصف وبالتالي تجاوبت قناة السويس بغرض الحفاظ على عملائها كمان كيف سيتم إذن إلغاء الحجز؟ وبالتالي ما أعتقدش مثل مجال الحجز التحفظي على السفينة إيفر جيفن تم بمختضى حكم قضاء واليوم كما تعلم كان هناك جلسة للتقرير والنظر في استمرار هذا الحجز من عدمه وتم تأجيله لأسبوع هل يرتقى بصدور أمر قضائي قبل الإفراج عن السفينة؟ أم التسوية نافذة؟ بالتأكيد بمجرد ما يتم التسوية نهائية بين الطرفين بتقدم للمحكمة وبيصدور أمر قضائي والأمر بتمشي طبيعي وحسب ما هو ما أعلن أنه يوم الأربعاء إن شاء الله سيتم الإفراج عن السفينة وتاقمها وهي البضاعة اللي عليها فإذا التسوية مشى في الإطار المرضي للطرفين ولا أعتقد أنه سيبقى فيه ملاحقات قضائية من أي من الطرفين شكرا جزيلا الدكتور محمد علي إبراهيم خبير النقل البحري كنت منعبر شاشة الغد من القاهرة شكرا لكم нокرا لكم ترجمة نانسي قنقر